في أسرى ومجتمع مشاهدين ورواد الأعمال اليوم بهدف إيجاد جيل من رواد الأعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب المواطنين إضافة إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدولة قامت مؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب ومشاريع الشباب وبرنامج التجار دبي بتعزيز هذه الثقافة وتطبيقها على أرض الواقعة طبعا نثال حي معنا اليوم عبد الرحمن المدني هو أحد المستفيدين من هذا الدعم قام بتأسيس مشروعه قرطاصية كشكول حياك الله حياك الله عبد الرحمن أول شيء مبروك على المشروع وإن شاء الله دون بالتوفيق نحن نمسوين تقرير عنكم نأخذ مع المشاهدين ونرجع للحوار المشاهدين إذن الآن ننتقل إلى تقرير عن قرطاصية كشكول ونعود للحوار مع عبد الرحمن المدني لقيت قرطاصية كشكول لصاحبها عبد الرحمن المدني دعما وتشجيعا من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب تقع القرطاصية في إمارة دبي وتحديدا في منطقة البرشة واستطاعت خلال فترة وجيزة من جذب الكثير من الزبائن والدخول بقوة في سوق العمل توفر قرطاصية كشكول أحدث مستلزمات القرطاصية من أقلام ودفاتر وأدوات مكتبية وخدمات التصوير والطباعة وتنسيق البحوث والتقارير والتصميم الفني وصنع المجسمات التعليمية واللوحات وغيرها الكثير قرطاصية كشكول مشروع ناجح بإدارة إماراتية مئة بالمئة تسعى للمركز الأول والتطور المستمر طبعا مشاهدين مثل ما شفنا في التقرير مشروع ناجح لقرطاصية كشكول إماراتي مئة بالمئة لين ما وصل إلى إمية بالمئة فهو بدأ من الصفر حتى وصل إلى المئة بداية مع مؤسس محمد بن راشد لأدعم أكيد مايغا سرون خبرنا عنها طبعا بداية الحمد لله المشروع بدأ خطوة بخطوة وخذنا فترة تقريبا سنتين لين ما نفذنا المشروع نعم ابتدينا بمسابقة أكون هي تابعة لإمارة أبوظبي على مستوى الإمارات كلها المسابقة كان برنامج مثل أن نقدم الفكرة ودراسة الجدوى والتقرير المالي والتوقع خلال ثلاث سنوات نعم فحصلنا المركز الأول على مستوى بيف بالنسبة للفكرة نعم من بعدها هم بنفسهم المسابقة حاولونا على مشروع اللي هو برنامج تجارك برنامج نعم عرضنا أنه كان داعم أكبر لك نعم هو داعم الأكبر من ناحية التطوير والأمور المالية والأمور التفصيلية الأكثر في المشروع نعم طب أنت الآن يعني لما نحن أن حجم المشروع يمكن على مرأة العين الآن في التقرير ليس كبير لكن هو مركز لعملية البيع صحيح خبرنا عنها عملية البيع كيف تتم هو التركيز الآن نحن نتماشى مع سياسة حكومة دبي أو رؤية حكومة دبي أن كل الأمور تكون إلكترونية نعم فحكومة ذكية القرطاصية كانت قبل ما تكون قرطاصية كشكول كانت القرطاصية الذكية الذكية لكن الاسم الرنان مطلوب في أي مشروع ما يعني كشكول كشكول هو دفتر لي يشمل كل شيء يعني الفرق بينه وبين الكراسة الكراسة مخصصة لي مواد معينة كل مادة فيها كراسة نعم أما الكشكول هو شيء عام لكل الأمور اللي ممكن تنكتب وأنت جمعت كل شيء عام لأي شيء يستخدم قرطاصيا صحيح نعم نعم فحولنا الفكرة يعني الفكرة أساسها أن النظام البيعي يكون إلكتروني عندنا الوسائل اللي هي الأب البرامج الأندرويد والأب ستور نعم البرامج الموقع الإلكتروني والإنستغرام هم خلاث متواجدين ونظام البيعي يكون على طول يعني من هناك تطلب خلال يوم يعني إذا شيء مستعجل حتى استلام الطلبات بحوث مشاريع ملزمات كلها تكون عن طريق الإيميل نطبعها سواء هو يبانا نوصلها طبعا في حدود دبي نوصلها صحيح برع ببي يحتاج يوم لما يوصلها طب الآن العمليات الدفع نحن كنا ترى قبل شوية نتكلم عن تحالل إلكتروني حلو يعني فأخذنا الموضوع أيضا بما أنتوا تتعاملون فيه إلكترونيا فعمليات الدفع تم عن طريق المواقع أو وقت التسليم عنا طريقتين الأولى مفعلة وهي وقت التسليم الثانية اللي هي إداع في الحساب الحساب القرطاصية الثالث هو النظام دفع الإلكتروني الأسبوع اليال إن شاء الله سيكون جاهز يعني خلاص نشغالين عليه عن طريق وين دفع الإلكتروني تم من خلال أي دائرة داخل الدولة نحن عندنا النظام لا عندنا النظام متوقع عن طريق الهوستنج موقع أمريكي نعم يكون عن طريق الفيزا بيننا وبينهم نعم فنحن يكون عندنا أكاونت معهم ونضبط عملية البيع يعني المبلغ ينخصم من حسابنا من عندهم ونحن نعبيها الحساب نعبي الحساب إذا أنا بركز أكثر عبد الرحمن عن دعم مؤسسة محمد بن راشد فمركز عليها برجع واسأل يوم بديت رحت أنك تقدم الطلب ما الشروط التي طلبت منك عشان يقبلون أصلا الطلب لعملية الدعم حسن الشروط سهلة مش صعبة بس أهم شيء الفكرة تكون واضحة فكرة المشروع واضحة نعم من القايمين على المشروع وثالث شيء اللي هي الخطة يعني كيف الخطة يعني الخطة اللي أنت بتمشي خطة العمل هي كيف بتمشي نعم وهم يوفرون يعني عندهم عندهم بوايد وسائل يعني يسرون على المواطنين فيها يعني مثلا أنت ما تريد أن تفتح مقر خارجي يعطونك مكتب اسمها حاضنات الأعمال هذه موجودة مكتب من عندهم درج درجين كرسي كرسيين ثلاث بناء عليه تكون أنت في قرية الأعمال نعم وتدفع إيجار المكان إيجارهم بالنسبة لبارة وائد حلو رمزية رمزية ومنها تبدأ يعطونك إياه على مدى تقريبا أول سنة ثاني سنة السنة الثالثة يقولونك يعني حاول تشوف لك مكان لأننا نوفر هذا المكان لشخص لأخصرين ويركزون أن يشملون أغلب المشاريع في هذا المكان يعني إذا فيه واحد فاتح قرطاصية هناك يعني مشروع قرطاصية ما رح يسمحون لي أنني أفتح هناك لا المكان هذا عنه شاغر نوع واحد من كل نوع أيوة يكون في هذا المكان ومن بعده في حال هذا الشاغر توفر أنت ممكن تأخذ المكان يأخذ شخص آخر طبعا الآن كام عمر المشروع ما شاء الله الآن السنة فعليا سنة وخلال السنة يسمونها الـ هل وصلت لا بعد ما وصلت لا لا لأن الإجارات عالية شوية فلنوصل يعني محتاجين بعد سنة إن شاء الله سنة أخرى إن شاء الله للوصول إلى إن شاء الله هو الحد المتوصل هو نوصل للصفر على سنبدأ الأرباح إن شاء الله إن شاء الله دون بالتوفيق طبعا الآن أنتخبرتنا أن الموقع اختيارك للموقع كان مميز ومع أن يعني هو ملحق لمسجد لكن المحيط خبرنا عن المحيط هو المحل أنا أتكلم عن قصة المحل المحل كان في البال من سنة من سنة من قبل ما نبدأ وهو أصلا ما كان قرطاصي المحل كان عبارة عن حلاق فالمنافسة كانت أنا بها المكان لأنه حوالي سبع مدارس حكومية وخاصة وهي منطقة سكنية بيوت الشيخ محمد كلها متواجدة هنا وتغطي البرشة واحد واثنين وثلاث وأربع موقع استراتيجي بس المكان صغير لهذا السبب نحن يعني ما أهمنا المكان وايد لأننا تركيزنا كله ألكتروني نعم يعني ما شملنا غالب أن نحتاج المكان لقوة اللي حوالين لقد كانت طلاقة يمكن بداية وإن شاء الله نتركيزنا إلكترونيا ونمشي على الهدف الإلكتروني أكثر وين تتكلم ما عبد الله أقول لي تفهمين أنا فهمت من الموضوع عن المحلية قبل الفكرة صحيح صحيح يعني أنا كمواطن أحتاج يعني أننا نبرز نحن كأفراد مواطنين نقدر ننتج نقدر نعطي إن شاء الله كشكول السنة الهاية في ديسمبر 2015 بتكون لها منتجاتها الخاصة إن شاء الله جميل دفاتر أقلام أي شيء باسم كشكول وبتكون فيه شخصيات تابعة لكشكول حلو يعني أسرة كشكول هذه بتكون موجودة جميل يعني كل شيء مننا وفينا حاليا كبداية يديدة طبعا هذا يحتاج لمبلغ كبير على أساس أننا نبدأ البرودكت تكون خاصة فينا ولما نكسب ثقة الناس يعني المجتمع لما يعرف منه كشكول يعني نحن عنا أظرف العيدية نحن نسويها عيد الفطر وعيد الأطحار داخل دولة أو خرج دولة من هنا من المارات عندي مطابعة عامل معها وعقد سنوي معهم إن هذه المبالغ ما تتغير عليه وعندي أدعم المشاريع المشاريع المواطنين التي يديدة من رول أب بزنس كارد فواتير لتر هده أنت تدعمها أنا أدعم جميل المشاريع ندعم المشاريع الماراتية يعني مشاريع الجامعات والمدارس التي هي مشاريع التخرج يعني كان بما أننا نحن في الإعلام كان فيه مشروع توطين في الإعلام طلبت جامعة المارات بنات قال ليت علومة إنسانية كان عندهم اتصال جماهيري كان عندهم هذا المشروع نحن دعمناهم ما شاء الله يعني نحن مشروع عديد بس لأننا هدفنا أن ندعم هذه الفئة وعندنا مخصصين من الميزانية للتسويق تسويقنا عن طريق المشاريع هذه يمكن هذه كلمة جميلة نختم فيها الحوار اليوم اللي هي أن يعمل خير يعني مؤسسة شيخ محمد براشد دعمت كنت قاعد تدعم اللي تقدر عليه بعد من المشاريع الجديدة جزاك الله ألف خير إذن طبعا كل الشكر لستاذ رائد الأعمال عبد الرحمن المدني مؤسس ومالق قرطصية كشكول وعقبال طبعا منتجات كشكول مشاهدينا طبعا ما زلنا على تواصل مع العديد من الفقرات ولكن فاصل قصير يفصلنا خلكم معنا